كلنا مما بدأت العباسات سواء أنا أو أي حد من زميلي هو ده الطبيعي بتاعنا في التواجد مع الفرق سواء وقت الأكل أو وقت المتعلقة بالصلاة بخلافه يعني بنوع التواجده وده بيدي نوع من الثقة ونوع من الحافز للمجموعة كلها الحمد لله يعني سواء في تجمع الصلاة نفسه أو في بقية التجمعات اللي بتحصل أثناء السفر نفسها من أول ما بندخل مطار القير يعني لو حيك يعني حيك متابع كويس جدا لوقت الصفر نفسه والتجمع في المطار النادي الأهلي بيتميز بالانضباط في الكلام ده وفي نفس الوقت بيغطي عليها الحمد لله الروح الجميلة بين المجموعة وكلها وبعضها والثقة اللي احنا كمجلس إدارة مدينها للجهاز الفني وجهاز الإداري وكل العاملين يعني البعثة احنا بنتبارها كلها نسيج واحد يعني من ضمنها البعثة الألمية يعني كل الحمد للقاب بالضبط فيه مواعيد محددة كله ملتزم بيها وفيه هدف لكله هو الحرص على الفريق نفسه وعلى اللعيبة وعلى 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 بحيث ان احنا نوصل للهدف اللي احنا جده من أجله إن شاء الله ونتم المبارة بنتيجة مرضية لنا إن شاء الله ويبقى بداية بداية خير لنا في أفريقيا من خلال هنا من غنيا ده حقيقة معالي السفير هنا حاتم بيه حسوبة هو والطاقم اللي معاه وفي نفس الوقت الإخوة بتاعة المؤولين على رأسهم الأستاذ عليها زم حاجة ذكرت من ساعة ما وصلنا من المطار يعني من أول منزلنا المطار هم متواجدين معنا وبيسهلوا أي حاجة مطلوبة هكذا عارف فريق الكورة دايما يعني بيقاليه متطلبات معينة تلجي خلاف وحاجات إدارية متعلقة بهم بالفريق نفسه للأمانة كل الكلام ده بيتم تيسيره ليهم أي متطلبات شايفة جهاز طبي مبارح جهاز طبي كان شايف حاجة إضافية بسرعة على طول تم توفيرها فدي مدية برضو طابع جميل المقولين هالعرب هنا عاملين شغل كويس هم يعني تحسن فيه جالية مصرية لها طبيع كده جميل الموجود الأخوة الغنيين للأمانة برضو هم بآه وادورين جدا حتى يعني في بعض منهم مستعبتنا بمطار بعلم الأهلي يعني في نوع من الود والحب في النهاية الحمد لله اسم النادي الأهلي كبير جدا مغط القارة كلها بحسن بمتيجة تتكلم مع أي حد يعني هو ليهم تأدير خاص للنادي الأهلي واسمه وتاريخه يعني يعني يدركون قيمة النادي الأهلي هو طبعا الميزة في القصة دين هم تضربوا زي ما هيك قلت تدريبين نحن في بعض الدول أما بينسافر تمرينة واحدة أومونج وبيحصل نيجوشيشان أو بعد المناعشات بخصوص ملعب المباراة ده لهم نضرب عليها واحدة اتنين لا الحمد لله التدريب بتاعي مبارح والنهاردة في الملعب اللي هتجر عليه المباراة مكلمة من رئيس مجلس الإدارة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب للي اتمنى على طبعا حضرتك وبعثت فريق النادي الأهلي وولاده زي ما علاء عالمته من الكواليس قولي بقى نين اللي مشاهدي قناة النادي الأهلي مكلمة رئيس مجلس الإدارة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب هو من قبل السفر كابتن محمود الخطيب طبعا اهتمام غير طبيع بالبعثة وتابع معايا واحنا متواجدين كمان يعني اخر مكلمة كاتن برح بالليل كان كابتن محمود الخطيب برضو بيتطمن وبينقل صيخة الكاملة في الفريق وفي الجهاز الفني والإداري كله دي حاجة برضو مش غريبة علينا نحن دي سورة اللاعبين طبعا اه طبعا على طول بصد الرحمن عارف وكان فرحني اللي كانت خطيب مهتم وبيسأل وبيعرف أدق التفاصيل كمان اه طبعا الحمد لله يعني متابعة كويس قوي مع معايا ومع كابتن سيد عبد حويس في كل ما تحتاجه الباسة وان الامور ماشي على ما يرم